اخضر توقعات لبطرة بدر للفترة المقبلة ولحادثة الجندي على الحدود يعني الجندي المصري على الحدود المصرية آآ مع رفح الفلسطينية آآ طبعا في حادثة حصلت كان في تبادل اطلاق نار فهي ايه ردها على الموضوع ده ايه توقعها للي هيحصل في الفترة القادمة بين مصر والجيش المحتل وإيه اللي هيحصل في قرار الفترة المقبلة أنا وسلام بكم بتمنى لو اول مرة بتشاهدوا قناتي ما تنسوش آآ تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بالضغط على اللايك. اخطر توقعات لبطرة بدر اللي توقعاتها بتصدق بنسبة كبيرة السياسية يعني تماما في الفترة الاخيرة. في الاول والاخير كلنا نعلم انه لا يعلم الغيب الا الله. ولكن آآ الاغلبية دلوقتي بتدور على توقعات بطرة بدر. وفي نسبة من كلامها صدق بنسبة كبيرة جدا. بطرة بدر بتقول انها آآ عن آآ يعني اللي هيحصل في قرار الفترة دي بتقول ان هي توقعت اللي هيحصل ده كله من اربع سنين وقالته. وبتقول انها قالت انها هييمسك رئيس شاب بعد آآ يعني بعد وفاة الرئيس الايراني ابراهيم او رئيسي اللي توفي طبعا في حادثة الطائرة وهو اكبر نخبة من رجال الدولة آآ في ايران. فبتقول ان هي توقعت بكل اللي حصل من اربع سنين. وقالت ان هييمسك رئيس شاب بعد وطبعا كان ابراهيم رئيسي كان سنه كبير جدا. فبتقول ان اللي هييمسك ايران في الفترة دي هيكون رئيس شاب وهيغير وهيكون يعني آآ قريب لخما خمائن يعني من اقاربه وهيكون شاب وهيغير الكتير جدا من القوانين الدخلية لايران. وهيعمل تغيير كبير جدا في الحكم في ايران وهيغير حاجات كتيرة جدا في قوانينها وفي الحكم. وهي بتقول ان هي متوقعة كانت الكلام ده من اربع سنين وقالته وآآ بيحصل حاليا دلوقتي. وعن آآ لبنان بتقول ان الوضع هيبقى كما هو عليه. في طبعا بعض المتوقعين خرجوا وقالوا ان اللبنان آآ هتجر الحرب زي الهان مصطفى. آآ قارق الفنجان بيقول ان آآ لبنان هتجر الحرب كبرى وهتكون نفس مصير غزة. هنشوف مين اللي توقعاته في الاخير هتصدق. بنتمنى كل الخير للبنان والدول العربين ما يكونش في اي حالة حرب. ولكن آآ هو كل واحد بيقول توقعاته في الاخير هنشوف مين اللي توقعه يعني بالزبط هيصدق. آآ بنتمنى كل الخير لغزة ولبنان وكل الدول العربية. آآ بتقول عن الحادثة المصرية آآ ان اللي هي طبعا حادثة الجنود المصريين اللي تم اطلاق النار عليهم متبادل اطلاق نار ما بين آآ الجيش المصري والجيش الاحتلالي الغاشم الاسرائيلي فبتقول ان الوضع هيبقى كما هو عليه. آآ مش هيحصل جديد. هو يعني انا الله اعلم في التوقع ده لان مصر ما بتسبش حقها ابدا وحتى لو سكتت فبترد ولو بعد حين. ممكن هتكون منواشات او آآ الرد يعني ده رأييي انا ان الرد ممكن هيكون مختصر ومش هندخل في حرب لكن مصر لا تسكت عن حقها. لكن بطرة بدري بتقول توقعها هي ان الوضع سيبقى كما هو عليه ومش احصل اي جديد في الحادثة دي او ما بين مصر واسرائيل. وبتقول ان آآ آآ بشار الاسد سيستمر في الحكم في الفترات يعني القادمة انه موجود برضو في الحكم وشفاء اسماء الاسد آآ من آآ طبعا كانت مريضة هيتم شفاءها وبشار هيستمر في الحكم. آآ بنتمنى كل الخير للدول العربية وان آآ ما يكونش فيها غير كل كل خير. آآ طبعا آآ كان اهم توقع وتحقق لبطرة بدر ان هي توقعت اللي هيحدث في رفح وقالت اهربوا من رفح ان كنتوا تستطيعوا. فكان ده توقع مهم لبطرة بدر وتحقق هي اللي توقعت ان هي بمجزرة رفح والمجازرة اللي حصلت في رفح والمجزرة الكبيرة اللي حصلت اللي العالم كله استنفارها والدايق منها هي اول واحدة توقعتها. وآآ يعني يعتبر الوحيدة اللي توقعت المجزرة الدامية في رفح. وآآ يعني توقعها تحقق زي ما قالته بالزبط. نتمنى الخير لكل الدول العربية. آآ ورحم الله شوه ده غزة ندعو جميعا لغزة. ان ربنا يشيل عنهم آآ الغمة اللي هم فيها ونصرهم ويرحم شهدائهم. آآ شكرا جدا لاستماع على الجميع. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة